إذا بنقول الحجاب حرية شخصية فكأننا بهذا نعترف بتأليه الإنسان وأهواء الإنسان وأن كل إنسان حر في ما يفعل وإحنا بيّننا عبر الأسابيع الماضية بالتفصيل أن شعار الحقوق والحريات هذا يستخدمه النظام الدولي والأمم المتحدة لاستعباد الإنسان باسم حقوق الإنسان نحن كمسلمين ننظر لأنفسنا وللإنسان عموما على أنه عبد لله وحده والحق هو ما واصفه الله بأنه حق بغض النظر عن أهواء الإنسان والكرامة والعزة هي في اتباع أمر الله بينما كل ما خالف أمر الله فهو باطل ومعصية والمعصية لا تأتي إلا بالذل والعبودية لغير الله قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون